مساء الخير مساء الأمل مساء الجمال مساء التفاقل وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت ورجعلكم بحلقة قوية جدا عملنا حلقات كتير قبل كده تكلمنا فيها عن حقوق الزوجة وحقوق المرأة وعرفنا نجيب لها حقها كويس فالنهار ده احنا هنتكلم عن الزوج وحقوق الزوج وازاي تكوني زوجة صالحة انا عامل ناس عايشا ما منحاها الله سبحانه وتعالى القناعة واصلح له الزوجة كمان هنقول يعني هو اعظم نعمة ممكن ينعم بيها ربنا سبحانه وتعالى هو الزوجة الصالحة دي اكبر نعمة ممكن ربنا ينعم بيها على اي شخص هيكون معنا النهاردة الاستاذ الدكتور عفوا الدكتور عبدالله رشدي الامام والخطيب بوزارة الاواف خلونا نطلع فاصل ونرجع مع الدكتور عبدالله اشتركوا في القناة زي ما قلنا قبل الفاصل اعظم نعمة ربنا بيانعم بيها على اي مسلم بعد تقوى الله هي الزوجة الصالحة من هي الزوجة الصالحة سؤال بنتسأله كتير جدا بيجي ناس يقولك انا رايح اختار مش عارف اختار هعرف ازاي ان هي دي الزوجة الصالحة وبرضه عايزين نوجه يعني الكلام للزوجة انت لازم تكوني زوجة صالحة ازاي تكوني زوجة صالحة ايه واجبات زوجك عليكي ايه حقوقه عليكي هنعرف كل ده مع دكتور عبدالله رشدي الامام والخطيب بوزارة الواف اهلا بحضرتك اهلا وسهلا انا سعيدة بوجود حضرتك معنا النهاردة انت منورنا ربنا يخليك يا رب يا ساعدك اهلا وسهلا من وجهة نظر حضرتك دكتور مين هي الزوجة الصالحة وايه مواصفات الزوجة الصالحة بسم الله الرحمن الرحيم وانت طبعا يعني ازا انقاني في سؤالك وموضوع وبعدين انا بيقولوا عني دايما ان انا ضد المرأة وجاي عكس المرأة ومش عارف الكلام ده فانت النهاردة كمان جايباني اصلا احنا عملنا حلقات كتير قبل كده كنا منتكلم فيها عن حقوق المرأة اكتر فالنهاردة عايزين نصالح الرجالة او زي ما بيقول بقى هوا هنقول لها بقى ايه واجباتها من نحيتك ونفهمها فانت النهاردة هتصالحي الرجالة وبعدنا كده ستتحلوا مني مش هيزعلوا وان صالحهم بحلقة تانية هو ان شاء الله هو الاخلاق الحسنة اللي الانسان ينشدها ويحب النجير ويعملوا بيها هي دي باختصار شريط مواصفات الزوجة الصالحة او الزوجة الصالحة يعني ايه يعني الزوجة تعامل زوجها زي ما هي تحب او تتمنى ان هو يعملها نفس الحاجات اللي هي عايزاها منه لو هي عملتها توها كده زوجة صالحة الامور اللي هي تبغضها في زوجها نتكرهها ما تحبهاش ما تعملهاش معها نقدر مثلا نقول اول شيء الابتسامة مثلا هل الستة تحب ان زوجها يكون مكشر فشها على طول اا اكيد لا طبعا الله يفتح عليك اذا لو قلنا ان هي ابتسامتها في وجه زوجها دي امارة من امارات الزوجة الصالحة طيب هل مثلا هي تحب ان زوجها يكون على طول بيزعق في البيت ووسطه عالي اكيد لا عايز نوع من الهدوء هي تبقى زوجة صالحة لو التزمت هذا الهدوء كل صفة الستة تحب تشوفها في الراجل بتاعها فتقوم هي تتحلى بها وتتخلق بها ده صلاح لو هي عملت ده وهو ضبط عليه تبقى كده زوجة صالحة اضافة الى طبعا او ده هو تيجي بعد ايه بعد القيام بحق الله سبحانه وتعالى عشان فيه ستات كتير وتلاقيها ممكن تكون محجبة ممكن تكون منتقبة كمان وتقولك وانا بحب جوزي وبعمل له اللي هو عايزه وبس الحياة عندنا او ده مش زوجة صالحة او سيئة او زي الزفت ليه ستة حياتك تعمى انا مش عارفة انت بتصلي تقولك اصلا انا ما بصليش او في خلال فحاجة معينة اصلا انا بقطع في الصلاة في حين ان الصلاة دي او السادة ايمان دي ركن الاسلام ودي اول شيء ربنا سبحانه وتعالى بينظره من عمل العبد يوم القيامة فلو كانت مقبولة بين ايدي الله سبحانه وتعالى اللي بعد كده ربنا يقبله لو كانت مرفوضة اللي بعد كده كله بيرد وترك الفرض ويعملوا معايزة ودري الستات مهمة جدا اخراج الفرض الواحد يعني سوء ظهر او عصر او فجر اي ان كان اخراجوا الفرض الواحد عن وقته دون عذر العذر الشرقي المعروف عند الستات اخراجوا الفرض عن وقته دي كبيرة كبيرة عن زي السرقة وشرب الخمر يعني اللي هو بيصلي بس نتأخر عن الصلاة لا دا التأخير الوقت دا ايضا برضو من الكبائر لكن اللي بيحصل بها ايه ان بعد الستات اصلا ما بتصليش في وقته يعني الظهر مثلا تسيبه لحد ما يخش هذا العصر تروحين ما جايبه ظهر وعصر مع بعض او تقعد سهرانا لحد الفجر وتيجي تروح نيمة وما تصليش الفجر او يروح مثلا جاي عليها وقت العشة حصلي كمان شوية كمان نص ساعة كمان اشوف الفيلم دا اشوف المسلسل دا او محش المحشي هب الفجر يدن عليها ما صليش العشة فاخراج الفرض عن وقته دي كبيرة من الكبائر تنافي صلاح الزوجة 100% يعني والله لو بصي لو هي بتذكر ربنا 24 ساعة ولو هي بتصوم النوافل 2 و 5 و 13 و 14 و 15 ولو هي لبسة ازدال لبسة انقبة الدنيا كلها على وشها برضو طول ما انت عندك تقسير في فرض الله عز وجل لأ كده ما انت الزوجة صالح لان انت قسرت في حق الله وفي فرض الله عليك فاول صفة عندنا قبل بقى الاخلاق الحسنة وقبل الكلام اللي انا مشوية دا رقم واحد الصلاة تصلي يبقى احنا كده على عتبة الخير الصلاة فيها خلل يبقى لا يبقى احنا كده خرجنا ايه من عتبة او من بوتقة الصلاة يبقى احنا قلنا الافتسامة الهدوء الصلاة الله يفتح عليكي دي تلات صفات مهمة برضو من حدة ان هي تعامل زوجها كما تحب ان يعاملها ان يعاملها زوجها هل مثلا الست تحب ان جوزها لما تكلمه يطنشها لا اكيد جميل اذا هي نفس الشيء لو زوجها سألها عن شيء او اهتم بموضوع او شافت فعنين اهتم بموضوع تحاول تشاركه نفس الاهتمام اللي هو مهتم بيه انما حتة مثلا تكون شايفة جوزها متضايق من حاجة وهي قاعدة ايديها في الماء البرد مش في دماغة حاجة دي مشكلة كبيرة جدا لان هي لو فيه موضوع العكس لو هي بتحترق من حاجة ومتضايق من حاجة هو موضوع ولاقيت جوزها قاعد كده كأنه في يعني ايه تحس ان هو ماشى الله دماغه متسلطنة مش فرق معه شيء ولا كأنه شارب حشيش او ده ما ينفعش اه الله يفتح عليك دي كارثة ليه ان ما فيش مشاركة وجدانية هو لما ربنا قاله من اياتيها ان خلق لكم من نفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة فيه ستات كتير بيتسل تقولك وربنا ليه ما قالش الحب لان النهاردة الستة بتحب جوزها بكرة زعلها غط بتعليم مش طيقة اللي جابوه ما عالتش بتحبوه فهنخرب البيت لا ده ربنا عايز وقلنا ان يبقى هناك مودة نوع من الرحمة والمودة هي دي اساس التعامل انما الحب او العشق والحاجات دي ساعات ممكن تخمد بعض الجواز اه ممكن و بعد اللي الزواج هامش هامش بتخمد في الحقيقة انها بيحصل ايه بيكون في بينهم تواصل روحي يعني قبل الجواز محتاجين يوعدوا قدام بعض ويتكلموا ويبصوا لبعض ويسبلوا لبعض ويا حبيب ويا حيبتي وكوير انه على بعض مزدات ورسائل بعد الجواز حصل بينهم تزاوج وتشارك وبفينهم اولاد هو طبع النوع بيقل يعني الاهتمام بيقل بش هنقول اهتمام بلا بالعكس ممكن نقول ان هما بيحصل بينهم نوع من التصاهل الروحي او يعني اللي هو اه انت عارفة الراجل يقولك ان الحروف تموتوا حين تقالوا تبع حاجة زي كده خلاص هما معدوش محتاجين هما يتكلموا كتير موجودين مع بعض اطول وقت الله يفتح عليكي فخلاص بقى الحب ده تحول عندهم الى افعال بدل ما هو اقوال طبعا ده لا يغني انه لازم يكون بينهم كلام وتذكير بالمشاعر وكذا الاخرى لكن اللي عايز اتكلم فيه اللي عايز اقوله ان ليه ربنا سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة علشان ان لو حصل بينهم كره ساعات حصل ضغينة حصل اي مشاكل لازم فيه خطوط عريضة لا تمس يعني لازم يفضل في النهاية الخوف العام منهم على بعض يعني ما يتحولوش في الخصام او في المشاكل اعداء او اه للحتة اللي سيدنا نبقى فيها واذا خاصة ما فجر لان دي من صفات المنافق اللي هو لما يحصل بينك وبينه خصومة يفجر يفجر ازاي بقى تلاقي اللي بيحصل من بعض الازواج اه واحد حكالي او مش عارف والله يفكر من واحد ولا واحد حكالي مشكلة وده من البلاء اللي احنا بنشوفه وكان متخنق مع مراته طب نتطلق طب هات الايمة طب خد الايمة دخلنا في القصص دي بقى طيب هنعمل ايه فرح خد مراته وصالحها واتصالحنا بقينها حلوين زي الفل وخدها عزمها على العشة برة وعمل لها البحر طحينة وفي الوقت ذاته كان في حد في البيت بنزل عفش كله وبيفض الشقة من مجاميعها بيلهيها في حاجة يعني عما يفضل اه طب ما ده فجر وقل الدين وقلت حيا وقلت أدب وقلت كل حاجة انت بتعمل كده ليه او تلاقي برضو بعض الستات اللي تخنق مع جزها فحصل بينهم مشكلة فزيلت منه تروح رايحة واخد الوثائق والورق بتاعه اللي في البيت او فلوسه او مش عارف الفيزك الكريت كاردي بتاعه الحاجات دي وتروح ماشية الله طب ما كده ما فيش المواد ده والرحمة اذا احنا عايزين نتكلم في الصفة دي مهمة جدا ان المرأة تحافظ او تتعقل في لحظة الغضب ان هي لا تجعل غضبها يعميها وتتصرف تصرفات تهد بيتها وتخربه وتيجي بعد كده تلاقي الدنيا بهوقت منها تيجي تلمها ما تعرفش طب بس اللواتنين لسه دخلين على جواز او بيتجوزوا هم دلوقتي هيعرف ازاي ني عندها مواده او رحمة او ما عندهاش او وقت الخصام هتبقى كده او هو هيبقى كده شوف يا في بعض الامور بتبان في الاول يعني سيدنا الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه بيقول والعين وتعريفه من عيني محدثها ان كان من حزبها او من اعاديها وازن كان اريستو الفيلسوف اليوناني سألوه اريستو كانوا سألوه قالوا لي تعرف الواحد فأديه قالوهم والله لو قاعد ساكت فاعرفوا في يوم ليه في يوم قال لهم محتاج ان انا شوف الاتجوب بتاعه حركاته وتصرفاته هقدر اجمع الراجل تدمه فيها ايه قالوا له طب لو اتكلم قال لهم لا في ساعة انا هقرف ساعة بس يتكلم انا هعرف اجيب اللجوة مش اصدوا ساعة ليه ستين دقيقة انا ما اصدوا ايه بعد جلسة كلام هقدر افهم منه فاحنا عندنا فرطة الخطوبة الراجل بيروح البيت وبيشوف العروسة ليه مرة واثنين وثلاثة ويقعد معها ومع ابوها وامها وكل حاجة المفترض اللي احنا ننصح بالشباب ان انت وانت جايلك عريس اقودي كده اكتبي لستة بالحاجات اللي بتدور في خلدك وتشغل وذهنك وعايزة تعرفيها من الراجل دا هي الله يفتح لي قولي له انت ايه رأيك في كذا بتاكل البطاطس بحمرة بتحب الفراخ مع ليه ايما كان بقى كله في دماغك قوليه وهو لما يروح انا هعمل كذا في بيتي انا طباعي كذا انا بحب كذا انا بكره كذا بدون داعي للتجميل اللي احنا بنشوفه انهم بيجنملوا بعض دلوقتي يعني انا مثلا جاي تقدم لوحدة فاعد ابي الله ان انا ملك الاخلاق الكريمة وان انا ملاك ماشي بجنحين على الارض وان انا يعني ماشي بنور الله بدأ وقول يا رب محد ازاي في الدنيا نقوم نيجي بعد كتبك كتابه الجواز تلاقيني بدلا ما كتبك جاوزة ملاك لقيت طلع شطان ونفس الشيء البنت قبل الجواز تقعد تتجمل وتتزين بما ليس فيها لازم تتصرف على سجيتها وهو يتصرف على سجيته وشوفوا بعض هما الاثنين دول خلاص كده قرؤوا بعض على الحياة بقوا مكشفين قدام بعض يقول لها خلي بالك انا مش عجبني عندك واحد اتنين ثلاثة اربعة ويتقول لها والله انا بداية عندك من واحد اتنين ثلاثة اربعة اما قدروا ان هما يعالجوا ده بوضوح يتوافقوا فيه يبقى نكمل يبقى اما مش قادرين يبقى كل واحد يبقى عدو يشوف له حد تاني يتوافق معه لكن الكذب والتجمل الزائد والزائف في اول الزواج ده اكبر العوامل اللي بتهد الاسرة بعد كده فده جوابا على سؤال حضرتك ازاي يقدر يعرف ان هزوجها صليحة بين الطريقة دي وبرضو في الاخر هيفضل في حاجة مستخبية اكيد ما بيظهرش كل حاجة لانهما بيقولوا الجواز ده عامل زي البطيقة مقفولة ايه وتطلع ارعى وتطلع حمرة فده بقى تبقى اقدار يسيرها القهار لكن هو ياخد بالاسباب وهي تاخد بالاسباب ويتركه الامر على الله سبحانه وتعالى دي ما فيش اي صفة تانية او اي حاجة تانية نقدر نوجهها للزوج والله انا شايف دي اهم الصفات ودي اهم الامرها تكون هادئة وتكون ملتزمة بصلاتها ملتزمة بزيها الاسلام الشرعي مطيعة لابيها وامها يعني لان ممكن لو راح لقى واحدة مثلا بتبلطج على ابوها وامها ومش في دماجها ابوها وامها طب اذا كان اهلها مش في دماجها انت هتبقى في دماجها بعد كده ازاي مش هيبقى لها كبير فلازم يتأكد من انصياعها التام لابيها وامها وانها بتقدر بابا يعني ايه وتقدر كلمة ماما وتهتم انها ما تزعلش والدها وتهتم انها ما تزعلش امها اه يا با دي برضو صفة كويسة فده المجمل جاوبت على السؤال الاولان تمام طاعة الزوج باب من ابواب الجنة ايه هي حدود الطاعة يعمل اللي هو عايزه يعمل اللي هو عايزه برضو لا شوف يا سيد هو سيدنا النبي والسلامة قال لنا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها اللي هو رمضان وحافظت فرجهان انسانة عفيفة شريفة واطاعت زوجها قيل لها دخلي من اي ابواب الجنة الثمانية شئتي طاعة الزوج ربنا سبحانه وتعالى قال خذ العفوة وامر بالعرفي وطاعة اذا كلمة خلي بالك وامر بايه بالعرف وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ان قال انما الطاعته بالمعروف او في المعروف فطاعة الزوج حددها الامر المتعارف عليه اللي هو لا يأمرها بمعصية الله ولا يأمرها بما يشق عليها في جير كده في الحياة نتناقش ونتشاور لان ربنا قال وشاورهم في الامر ألف بما رحمتي من الله لانت لهم ولكنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكد على الله يبقى هي تقعد مع جوزها يتشاوره هنشتري مثلا شقة في المكان الفوداني قالت له رأي يا حبي المكان ده وحش والشقة ده فيها وعليها سمع كلامها وتشاوره وبكل هدوء مش بقى تقوم تتزربن وتتجنن انا عايد اسوأ اي والله يفتح لي كده غلط عرضت وجهة نظرها الراجل سمع منها صلى استخارة واختار امرا اخر تقول له خلاص ربنا وفقنا ويجعل الخير يا رب في اللي انت اخترت ويكدب ظني ديه كده زوجة صالحة انما لو هو قرره غلط هنا بقى السؤال قرره غلط يعني الحكم على تغليط او استنتاج او الوصول الى ان هذا القرار غلط جبنا منين اما يكون القرار ده غلط انه مخالف حاجة شرعية او انه مخالف شيء طبي يعني حقيقة شيء ثابت حاجة ريال حاجة قدامنا شيء واقع اللي يسموها الفاكتسة والحقائق اذا مثلا امرها بشيء غلط يبقى لها هنا مطيعوش مثلا امرها بامر طبي غلط معلومة غلط او تروح لدكتور غلط او تاخد دواء غلط مطيعوش انما امور في الحياة العادية اللي بتتوقف على اللي اجتهاد في النظر يعني انا شايف ان احنا مثلا هنمشي من طريق صلاح سالم هيا شايف انمشي من الدائري فقال لها لا خلاص هناخد صلاح سالم ما تقولش بتقول له هيطلع زحمة هيطلع زحمة مش هنمشي اهون شفته انا فرحانة فيك تلية زحم غلط سياسة حلوة برضو الله يفتح لي كلمة طيبة ولما تلاقي زوجها اخد قراره تقول له غلط ما نجيش بقى ايه تعطته شفت انا قلتلك الحركة دي سيئة جدا ودي على فكرة في اي انسان في الدولة مش بين الزوجين حتى لو صديق ومع صديقه لو خد قراره غلط ما يجيش يتشفى فيه ايه ولو انت لو سمعت كلام ما كانش حصل طيب بيجينا مشاكل اللي هو مثلا بتبقى صعبة جدا اللي هو مثلا الزوج بيقمش زوجته انه ما تروحش لأهلها اه فهنا فيه قطع لصرات الرحم لا شوف يا فندم هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الرحم في الحديث كده ان ربنا لما خلق الرحم تعلقت الرحم بالعرش فقالت يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيع يعني بتقول يا رب انا اعوز بك انهم يقطعوني البني قدمين فربنا قال لها اما ترضينا ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك قالت بلى رضيت وقال فلك ذلك او ذلك لك نفسر بس نفسر ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الرحم فالرحم بتقوله يا رب انا اعوز بيك يعني بستغيث بيك لحسن الاطيعة الناس بقى هقطعوا ارحمهم فربنا قال لها لا اللي هيوصل رحمه بيقول كده للرحم اللي هيوصلك انا حوصله والله هيقطعك انا هقطعه لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في السورة المحسورة محمد فهل عسيتم ان توليتم يعني ان واحد بقاله سلطة او بقاله ثورتي او بور على اي حد او قدرة او اي همكان بقالك قدرة على شيء ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم فقطع الرحم ده شيء سيء جدا ومن اكبر الكبار يعني في الحالة دي ما تسمعش كلام الزوج فاحنا هنعمل ايه الزوج قال لمراته ما تروحيش لا اهلك لا تقعد معه تتكلم وتفهمونه ده غلط وده ما ينفعش وده حرام وكذا وكذا انت زعلم من اهل ليه زعلم من ابوك او من اخوك او من كذا اللي انت زعلم منه ما تكلموش لكن انا ما تقطعنيش منه ده ما ينفعش ده حركة سيئة جدا وسخيفة وللأسف بتحصل عندنا كتير في الارياف وانا بتدايق منها وبعدوا اللهم كده حرام واتقوا الله ولكن برضو الناس عندها عنده عندها صلف يقولك اصلا ابوها او امها بتبووزها علي ايه بتبووزها بتشرفها بنجو يعني ولا انا مش فاهم انا عايزة فهم ايه بتحكم على اساس اي اه امها بتوسوس لها خلاص امها بتوسوس لها بما تجيلك البيت اعمل فودنها ثلاث مرات وسايز بالنمي الشطان هيروح يخوز واسم لكن تمنحها من أهلها لا ده حرام بقول لحبك فيه خلط بيحصل بين صلة الرحم يعني مثلا أنا وقال لي ده رحم جودي مش رحم يعني هو لو ما رحش او ما ذرهمش او كلام من ده بيبقى مش حرام لا المفهوم ده غلط ده بقى اللي كنا بتقوله من شوية مش رب نقال خد العفو وامر بالعرف لا ده مشكلة تانية يا مثلا اقولك ده رحمي أنا لا ده كده تأثير تأثير من الزوج انه يعمل كده بس رحم ده اسمه من الآية اللي ربنا قالها قال ولهن يعني للستات مثل الذي عليهن بالمعروف يعني انت تحب ان امراتك تقطع عمك واخواتك وبوك ما تكلمهمش هقولك لا طب اش معنى انت عايزها تعمل ده ليه انت عايز تقطع اهلها وعايزها هي تصل اهلك تمام فين ولهن مثل يعني زي الذي عليهن بالمعروف فين المعروف هنا لما انت تعامل ابوها معاملة سيئة وتزرر لأخوها وينها برضو العكس يعني هو موجود في الحل اه او الستات نفس الشيء او الست مثلا لما انت تعاملي ام جوزك معاملة وحشة او تعاملي اخت جوزك معاملة مش لطيفة او تردي على اخو جوزك ردود سيئة طب انت تقبل ان هو يعمل كده مع اهلك لا طب انت تقبل ان مرات اخوكي تعاملك كده او تعامل امك كده لا وتتدايق وتاخد موقف من اخوها وتزعلي الحق يا اخويا ده مراتك بتعمل وبتسوي ويعودوا يأكلوا في مخه لما يخلوه طلقها اكيد طيب اذا كنت انت لا تقبلين ذلك على نفسك ليه بتعمليه مع جوزك اهو ده بقى اللي احنا قلنا احب لاخيك ما تحب لنفسك ما هو جوزك ده قبل ما يكون جوزك هو اخوكي في الاسلام ولو ما كانش طول ما فيه ملفات عالقة بين الزوجين بتفضل حيام كهرباء يعني طول ما هو انا هيا بتعمل اهلي وحش فانا هعمل اهلها وحش هيا بترد عليهم ردود مش لطيفة فانا هاشتم امها او للأسف يعني فيه ناس بتتعامل كده كتير جدا اللي هو هي بتعمل ازاي اهلي حتى هم عملوش اي حاجة فانا هعمل اهلها او العكس برضو اهو دي بقى مشكلة ازاي احنا بنوضح الهتة دي ان ما فيش يا ست امان حاجة اسمها دول مش راحمي لا ده دام من هم صحيح مش راحمك انا مش دامك ولحمك لكنهم راحموا اولادك اه حلوة دي ما هو دول اهل اولادك يعني هو مش راحمي انا بس راحمة اولادية انه بيبقى اهلهم او العكس وحيكبر الاولاد يقود الى مفضن الى قطع الرحم لا محالة فالعمل ايه بقى العمل نتحل بما قاله الله ونزعنا ما في صدورهم من غل ما تخلي الشيطانك سخانك على اخت جوزك على مرات اخ جوزك على ام حماتك نهدى ونتعامل بهدوء الراجل راح لسدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله لي قرابة عندي اريبي اصلهم فيقطعونني احلم عليهم فيوسيقون الي يعني اعملهم بشيكة وحل وكده يعملوني وحش احسنوا اليهم فيوسيقون احلم عليهم فيجهلون علي يعني كاليهم بالراحة صباح الخير بساء الخير يردوا علي زلط احسنوا اليهم فيوسيقون الي اعملوا اطحهم قالوا لا اصلهم ولا يزالوا معك من الله ظهير ما دمت على ذلك طول ما انت مواظب على الصلة دي اتصلوا ارفع التليفون اردوا عليك خير ما ردوش انت قدام ربنا سجلت اتصال اعملت عليك جاءت المناسبات وهم اعطينك اتصل ما ردوش عليك امام الله انت سجلت ان انت ايه لست قاطعا لرحمك لان سالة عارفة هي صعبة على فكرة مستلسة الرحم دي صعبة جدا وابتلأ كبير واكتر المشاكل تجي من القرائب ولولا ان فيها لولا ان هي صعبة الصعوبة دي ما كانش ربنا رتب عليها الاجر ده كله ايه الاجر بتاعها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول من اراد ان ينسأ له في اثري يعني ربنا بركله في عمره وفي اجله ويبسط له في رزقه ربنا يوسع له رزقه فلياصل رحمه لذلك تلاقي واحد عايش خمسين سنة بس سبحان الله ربنا بركله وخلي فيه الكتير وبقى عنده احفاده وعنده واطيانه ومش عارف ايه وعمل سبت حياته وبصمات كتيرة جدا اهو دي بركة سلطة الرحم وتلاقي طورة العمر الله يفتح عليكي وتلاقي واحد عندهم كان ثمانين سنة ثمانين سنة بس لانه كان مأثر في باب سلطة الرحم ده سبحان الله يموت ولا ذكر له فلولا ان هي شاقة وتقيلة ما كانش ربنا رتب عليها هذا الاجر تمام دلوقتي الرجال قوامون على النساء هل الرجال قوامون على النساء يعني انا عايزة اقوله السؤال بنفس صغته هل تعرف الزوج اللي زوجها تأتي مقابل قوامته عليها يعني انت اصدى حضرتك اللي هو انا بطيعه عشان القوامة دي الحتة دي من شوطها طيب هو ربنا سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بما يفضل الله وبعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ففي حتتين في تفضيل خلقي ومش تفضيل معناها لأحسن منه هو داخل الجنة يعني معلس ايه هي القوامة حاضر حاجل حضرتك بس لو نشرح حتة للتفضيل دي عشانك فيه ستات بيفهموها غلط وتقول لك آه أنتو أصدقوا من الرجالة ورجالة بيفهموها غلط ماشي يقول لك أصدقوا من الرجالة عند ربنا حسن من الستات لا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة فربنا سوى منهم ربنا قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ربنا سوى منهم ربنا سبحانه وتعالى قال من عمل سيئة فلا يجز إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب في سورة غافر إذن القرآن بيساوي بين الاثنين في الحتة دي إنما الأفضلية اللي أنا بتكلم فيها هنا خلينا نقول هي ترتيب إداري ليس إلا يعني أنت بس إحنا في القناة في مدير قناة مدير القناة أفضل مننا إيه أصدنا بكلمة أفضل دي إنه أعلى رتبة درجة إداريا ومش معناها إنه إنسانيا أكتر مننا وضحة دي يبقى معنا هنا بما فضل الله بعضهم على بعض بما أعطى الله الرجل من قوة شكيمة من قدر على التعب إيه الله يفتح عليك إيه القدرة على العمل ينطلع بره يكد ويشتغل إيه دي أول صفة في القوامة تاني حاجة وبما أنفقوا من أموالهم إن الرجل مطالب بالنفقة على الزوجة والأولاد والست منذ أو مذ نعومة مذ خلقها الله منها في بطن أمها الرجل مطالب بالإنفاق عليه من وهي بيبي وجنين أبوها لما تتولد أبوها كبرة تتجوزت في رائبة جزها لا قدر على جزها مات ولا تطلقت أبنها أو أخوها وأبوها كل دول ما فيش في الشرع عندنا كده يقول لك ترجي إلى بيت المال يعني بيت المال يعني الحاكم مسؤول ونعمل لها مرتب خاص بيها يكفيها الحاجات دي مش موجودة للراجل أو لازم راجل الله يفتح عليك عشان كده القوامة مش حاجة تانية الله يفتح عليك مش تفسير كتير تانية هم 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 الاتنين احنا قلنا هم هم يبقى يبقى هم دول إن ربنا سبحانه وتعالى هو مسؤول عن النفق على البيت مفاد أو ثمرة هذه القوامة أن تطيع المرأة وزوجها تطيعه في ايه احنا قلنا من شوية بما لا يخالف شرع الله أو الحقائق وقلنا لما يقول حاجة مش عجبها أن نتكلم بهدوء بالراحة طيب لو فرضنا بقى السؤال اللي حضرك طلحتي أن زوجا لا ينفق على زوجته ودي مشكلة اللي هو بيقول لها أنا ما نزلي اشتغلي ما عندناش فلوس هنا بقى ده مشكلة وهنا هتختل ميزان الحياة وهنا هتلاقي نفسها مش عارفة طيوع إنها مش بسترجلة وهنا هيحصل مشاكل كتيرة بقى وقدام الشرع وقدام الشرع بهو كده مطالب بالإنفاق عليها فلو نزلها تشتغل غزبا عنها عشان هو نين في البيت أو بيلعب باعتولة مع صحابه أو هو رجل كسول أو هو رجل بخيل مش عايز يصرف وهي صرفت فالشرع بيقول تعالى ده اللي صرفت لكله حضرتك دين عليك لا يعني لو عندنا بقى ماشيين بالشرق صحة كده ده كل اللي فد ده فعوا أنا أديك النموذج أو مثال أنت مثلا متجوزة وجوزك دلوقتي ربنا كرمه بيصرف عليك فجوزك فترة لقدر الله فلس ما قوش في الوس دي حالة تانية أه فانت خلق استاني بس أنا جايلك أحلى من كده كمان فلسه فانت ربنا كرمك وارسلك إرشان عن أبوك فالشهر بتاعكم في البيت مثلا بيصرف عشر تلاف جنيه فانت كل شهر تيجي تقول خدي يا حبيبي قدي عشر تلاف جنيه يلا شوف دميتنا إيه وعادنا على كده سنة آخر السنة لقيت نفسك صرف على البيت مية وعشرين ألف جنيه صح؟ هو صرفهم فين على البيت وعليك وعليال حلو كده طبعا جيب علي كده اشتغل وربنا كرمه يقوم الشرع يقوله اللي ما خدته من مراتك وصرفته على البيت دا دين حضرتك حتى لو هي مدياب يعني يعني حتى لو هي موقع إلا لو هي لقيت له أنا مسامحك لازم تسامح آه خلاص دا مني ليك يا حبيبي أنا دا لعيالي وليك مش عايز لها حاجة إنما لو فرضنا أنها لم تسامح صار دينا عليه ويجب عليه سداده يا صعب أوله فلا دا أنا عايز أقولك عشان بس الناس فهمة أن الشرع يقولك الشرع ظلم المرأة مبهدل المرأة جاية عليها لا أنا مش جاية عليها ولا حاجة ولا ظلم بالعكس دا يعني وضع لها حقوقها كما ينبغي يمكن بره في أوروبا ما فيش الكلام دا بره اللي سفر برنا سفرت وشفت وناس كتير يجير زي كتير سفر وشافه اللي تتات نسئولها من نفسها تصرف على نفسها إنتي حضرتك لو من جاوزها بره جوزك وقعدة كل حاجة شير عليك نص الإيجار ونص المصاريف ونص اللبس ونص الأكل ونص كل حاجة معكيش وعدتي في البيت هيصرف عليك وهاكس بقى الآية ولما ربنا يا كريمك تشتغلي هيقولك سددي اللي عليك العكس احنا عندنا في الإسلام لا احنا عندنا بقى العكس بتاع الكلام دا هي دي القوان الله يفتح عليك يبقى هي علشان تاخد من زوجها هذا العطاء وهذا الجمال وكذا لازم ايه ابتسامة كلمة حلوة طاعة تريحه النهاردة فيها عندنا مشاكل كبيرة جدا موضوع السوشيال ميديا دا والفيسبوك يتجوز الست مراته فقبل ما يتجوزه حطله خمسين ألف مليون سورة على السوشيال فهمت دا بيغير عليها شيء لصورك لا مش شايلة انت شفت كده قبل ما تتجوزي ايوه تتجوزني على كده الله طب انا مثلا اتجوزتك مثلا واحد شاف واحدة رقاصة وحبه فارض ما كده طب انا اتجوزتك رقاصة تبضل تروسيلي بعد الجواز ايوه انا مش موافق يا ستي انا احبابتك يا انت مش حبيت بردة الرأس بتاعتك بس برضو زي ما كنا بيقول من شوية اني دي بتبقى علامة يعني واحدة مثلا مش محجبة مفيش مانع انا ممكن احب واحدة مش محجبة عادي مش حرام علي لكن الحرام ان انا اخرها على هذا بعد الزواج لان الزوج المسؤول عنه ايوه يبقى لازم اقول لها بصي انا حبيتك وجيت خطبتك انت عجبان وزي الفل بس المفوض يكون من الاول ما انا بقول لحضرتك اهو اه اول ما بص انا جيت لك يا بنت سلام عليكم خلاص قعد معا واشافها وراضي اياها انا بحبك بقى بعشائك اي مكان انا هتجوزك انت بس عايزة غير كذا وكذا فيه كذا وكذا وكذا انا مش هقبله اه وده انا بطالة بيه الصراحة لكن يفضل شايل في قلبه وساكت والله لبسك جميل فهيبدأ يتجنن عليها لما يشوف ان الرجال يرون منها ما يراه هو فيبدأ غيرته تاكله فغير نفسك يتقولوا لا مش مغيرة يكون بينهم عائل ولا اتنين ياصل الموضوع اللي طلقوا خراب بيت عشان صورتين تفهين على الفيسبوك وانستجرام وعشان سواج لبس فلو هو تزوج امرأة غير محجبة هو راح يخطب واحدة مش محجبة يبقى زي ما احنا قلنا واجب عليه انه يخبرها بشرق الله وانا هو يعمل كذا انما ما نقدرش نقول انه حرم عليه يروح لوحدة غير محجبة يبقى لا يروح لها بس لا يكررها على المعصية بس حالك قلت دلوقتي تنكح المرأة لثلاث الحديث تنكح المرأة لأربع لأربع يعني الصفات اللي الرجل يبحث عنها لكن احنا كلنا عصاة يعني انا مثلا جميل بس احنا منتكلم دلوقتي عن الزوجة الصالحة ازاي صالحة وهي مكسرة زي ما حدنا قلت في الاول حلو في حق ربنا جميل انا بقى هروح والله والله بصي انا شفتك وحبيتك جي حاجة بتاعت ربنا بس انت عندك تأثير في كذا 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 وانا عايزك تكوني زوجة صالحة اوه انا طالب منك يا بنت الحلال يا بنت الناس الطيبين واحد اتنين تلاتة اربعة قالت له ماشي توكلنا على الله قالت له لا مش عايزة خلاص يا دار خير ما دخلك شر هنا في سؤال مهم جدا والناس فهم قبل معكوس وكيس ان حضرتك جيبت الحديث ده مهم جدا اللي هو الناس يقول لك سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تريبت يدك عليه الصلاة والسلام يقول لك فاظفر بذات الدين تريبت يدك فقول لك لا دور على المتدينة يا شيخ ايوا اروح اتجاوز واحدة بمتدينة انا مش شكلها مش طيقه طب انا شايفها مش حلوة فانت كده بتقدرني ليه هو معنى الحديث كده لا مش معناه كده معناه ان انا اول صفة انظر فيها في المرأة رقم واحد اشوفها من بره عجبتني وانا رضيتها كأنثة ارتضيت منها انها أنثة او دي كده عجباني ابص بعد كده اخلاقها تمام دينها تمام مش عارف حسبها نسبها ايه لكن الاساس هو القبول المبدئي فما جيش استغني عن هذا القبول المبدئي وانا مش لقيه وقل واعصر على نفسي ليمون اقول لها اصلها هتبقى متدينة ده غلط ده فهم منكوس ومقلوب للحديث لا الاول لازم يكون فيه ارتضاء يعني ايه احنا لما تقابلنا زي كده بيقولوا فيه كمية حصلت في الحالة دي ابدأ بقى اشوف دينها طب دينها فيه اوج اصبطه ما قابلتوش خلاص ابيض عنها الوضوح برضو يعني بنرجع الله يفتح عليك الوضوح والصراحة من الاول اذا مش معنى يا استاذة ايمان فوفر بذات الدين ان اروح اتجوز واحدة متدينة وانا مش عجباني وزي زمان ما بيشوفهاش خالص او في بلاد معينة وموجودة ده غلط سيدنا نبي صلى منها عن ذلك احل الحاجات اه لازم ان انا مروح اشوف واحدة لازم اتجوز واحدة عفوا لازم اروح اشوفها ايفرض ما ايفرض انا ليه اشوفها مش قابلها كذوق عشان لازم قابل مبدئي لان لو ما فيش القابل المبدئي ده المبدئي ده لانا مش رايح اتجوز شيخة الاسلام انا رايح اتجوز ستة انتا مش رايح اقعد مع راجل صاحب انا في البيت فلازم يكون فيه قابل مش موجود حتى تبقى الحاجة حيم لا يعطاد عن هذا خلي بالحضرتك لا بمال ولا بحسب ولا بنسب ولا بدين ولا باي شيء ونفس الشيء الزوجة برضو كويس انك بتقول البلاد اللي مش بيورروا الناس لبعض اه موجودين تروح تتجوز واحد تيجي بعد تجوز تخش تلاقي قدامها واحد شايفها مثلا شيطان كانت متخيلها بقى هي بقى لبسة في الحيطة كده يعني خلاص ونقول لها عيشي ده حرام ده فليتقل اهله الله في ذلك حرام يبعينه كده بناتهم لازم بنتك تشوف الراجل وتشعر ان هي تقول لهم امها ايا كده هتستحى تخاطب الاب تقول لها ايا ماما انا بشكله مريح تمام اه ده شيء مهم اه معانا مداخلة اه حالو اه ارسل عليكم وايكم السلام اتفضلي اسماء اتفضلي 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 حضرتك اتفضلي 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 حضرتك اتفضلي حضرتك من يوم ما اتجوزت يعني هو انا يعني الجزء ما بيرعيش ربنا خالص بي ما بي ايه ما بيرعيش ربنا خالص اه لا حاول ولا اقول وبيحلف طبعات كتيرة وانا بقى لسنتين متجوزة والسنتين دولة عند لتابوية يعني انت من ساعة تسمك ايه انا عايز من محمد يا محمد يعني انت بقى لك سنتين من ساعة متجوزتي عند ابوك ايه ايه وما بيصرفش علي وبيحلف لحد دلوقتي حالف ستة تسعة طبقات طيب هو السؤال دلوقتي انت الاول سبتي بيتك ليه السبب الرئيسي عشان بيمشي من البيت وما بيصرفش علي وكنت انا بشتغل طيب انا انصحك ان انت في الحالات اللي زي كده لازم انت عندك ولا طبعا احمد ربنا يخلهولك لازم ربنا يخلهولك ارد اولا يا امو احمد الطلاق مش حله خراب البيت مش حله في الزمنة اللي احنا فيه ده شوفي حد عاقل يعود بينكم حد يكون عندكم له كلمة مسموعة كبير فعلته او كبير فعلتك يعود ويهدي الدنيا ونهدي صدرنا وننسى المشاكل الفائتة اللي كانت موجودة ونحاول نتوصل لقاسم مشترك او حاجة نحل بيها المشكلة دي وحد يفهمه ان انت لازم مراتك تصرف عليها وانت ما تكلفهوش يا ام احمد فوق طاقته يعني ايش معايا بنت الحلل بلو ربنا يقدروا عليه انا من السامن بقولوش على اي حاجة خالص يعني طيب ويبقى لازم الناس هم بتفهمش غرب الضرب وخناء ويمشوا ويسيب البيت لا لازم حد يقعد معا وفهمه حقوق الزوجة عليك ومراتك لازم تاخد بالك منها والحاجات دي كلها دكتور ده بيخلينا نرجع برضه للسؤال هو امتى يكون الزوج مكسر يعني ايه الحاجات لو عمل اي حاجة من الامور التي لا يحب ان تصنعها زوجته معه زي ما احنا قلنا في الاول ده بقى مكسر على قومته على ضغط ده كده مقصر ده كده مقصر ومش قام بواجبه وكده ده خلل عليه وده بيسموه نشوذ من الزوج محنا زي ما عندنا نشوذ الزوجة عندنا كذلك نشوذ الزوج ان هو لم يقم مع زوجته بحقها الذي امره الله بها فالستة اضطر تطلع برا البيت طب بقى في عندنا اطفال البيت حيتهد اطفال حيطلعوا دلوقتي المشردين حيطلعوا محرومين انهم يشوفوا بابا وماما كل يوم جنب بعض حيطلع في نوم الحزن ليه نعمل ده يبقى معلش احنا بننصح في دائرة الازاكنة مش بالطلع انما لازم نحاول مرة واثنين وثلاثة ونقعد ونجيب حد عقل يتكلم معاه وهي تشيل عليها شوية هو يشيل عليها شوية ويلتقوا الاثنين في دائرة وسط والبيت يمشي طيب احنا تكلمنا عن مواصفات الزوجة الصالحة يعني سريعا هواش مواضح حلقتنا بس مواصفات الزوجة الصالح او حاجات تعرفني وانا باختواري اه اول حاجة ما تروحش الواد من اللي بيبسه سلاسل وخواتم كتير دول وعمل شعره وبتاع تقبيد عن اليال دي لان دول بيكون ايه بقى واللبس بنطلون مخرم وقصير وجزمة طويلة المناظر دي دي لا تليق ان هو يبقى رجل ده كده بقى يعني ده شرط اه ده عشان قال دي بتفقع مرت انا بدي منهم جدا دول دي مش منظر ده غلط وده بيكون خلل ان اباه وامه لم يربياه على معاني الرجولة في المظهر ولا في الاخلاق ولا في التعامل فبيكون طالع هو بيتعامل مع الزوجة ان هو انا هتجوز بقى يا صاحبي واتجوزت وخلاصه فرحانه قدام صحابه يجي بعد الجواز اللي قال الموضوع كبير فيبدأ بقى يسيبها ويخرج وينزل يقعد على القهوة يروح ينمى عند ابو امه ويسيبها مش مسؤول ما بيشتغلش هو بقى عيزة الله بس هو ايه رجله جات في الخي فمش عارف يعمل ايه يقوم يقرفها في حياتها اه فيه كده اه ما فيه برضو ستات بتعمل كده تتجنن جزش اه قرره في حياته اه تقولك انا خلاص جبت عيال مش عايز حاجة انا بقى خليه بقى اطفشه في حياته طلقني عشان اخد كل حاجة وده حرام ففيه برضو شباب بيعملوا كده هو لم يربع على الرجولة ابو لم يغرس فيه هذه المعاني هي راح تتجوزت وبابي ومامي بيعملوا له كل حاجة ما لقتوش شخصية كده وراجل مالي مركزه مش شرط يكون غني وبيشتغل بمليون جنيه في الشهر ممكن يكون على قد حاله بس هو فيه معاني الرجولة يعني هي تشمه كده يمت كست دراجل اللي زي كده هو الذي تتزوجه إنما واحد من بتوق الليال دول ده تقبيد عنه على طول ما يغرهاش بقى ما تبقاش مخاه خفيف ويغرهنه عنده عربية وشايل موديل موبايل أحسن آيفون في الدنيا والبرفن بتاعه مش حارف جايبه منين والشوز جايبها عزاك اللامنين ولبس باد لامنين كل ده كلام فاضي كل ده بعد الجواز مش هتلاقيه لما تيجي تقعف ومصيبة مش هتلاقيه راجل في دارها يعتمد عليه ويحفظ أسرته مش هتلاقي المعاني دي يبقى لابد أن تأخذها رجل أنا عشان يكون رجل لازم يكون طالع من بيت أبوه معروف أن هو رجل وبيعرفي ربي تمام معنا أمو دخلة كمان أمو عمر سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه زيك بطر عبد الله وزيك حدث مزيع برضو أهلا أهلا وسائل يا فلن مساء النور آه والله أنا كنت بس والله رمتزل بس أشكر بطر عبد الله لأنه هو شباب يعني هو والله يعني فخر المسلمين كلهم والله أنا بحبك في الله والله بجد الله يستورك ست أمو عمر والله يستعى حدثك إن شاء الله يطلق أحسن مني بإذن الله إن شاء الله ربنا يكرمك بس أنا والله من تطلق شونا يعني يعني يخليك يدعينا بس هلأ المسلمين كلهم والشباب كلهم ربنا يصلحنا يا رب ربنا يصلحنا كلنا كتر خيرك والله شكرا جدا شكرا شكرا لطرع شكرا يا فلن آه إحنا كنا متكلم في المواصفات الضوء آه فلازم تكون يكون عارف أنه عايش في بيت هو أبوه رجل وورثه هذه المعاني وطلع واشتغل وبيشقى وعارف يعني إيه القرش بيجي منين إنما اللي هو ماشي بمبدأ أنه نام في البيت وصحالك بعد الظهر بعد العصر يحط جل في شعره وينزل ويدرب نظرته والهدوم الشيك بتاعته وينزل مع صحابه ويتفسح بالعربية ويرجع ويشتغل خلص شغل هو يشتغل خلص شغله طيب نجي تجاوزها فبعد الجواز هو مش واخد بقى الحيط تبقى إلحق أنا عيات إلحق أنا بيت حامل إلحق بتوحم إلحق ما عرفوا أديني الدكتور هاتوي هو مش مسؤول أو مش عامل لا أستطيع الكلام ده روحي مع عمك واختك يبقى أول حاجة يكون فيه صفات الرجولة ويكون مسؤول ويكون مسؤول ويكون بيشتغل عنده مثلا إننا نقولها مصدر دخل سابت أو يقدر أنه يعيش عيشة كريمة لا غيء مش دي مطلوبة بس مش قصدي دي لا أنا قصدي يكون هو بيشقى عنده بيحاول أنا ممكن أكون واحد أبيا مليونير فيورسني ملايين وخلاص فأنا قاعد حضرتي نايم في البيت بلعب بابجي أو بلعب بلاي ستيشن واسمي مدير شركة والله إيريس مجلس بيروح عمدولهم على ورق وروح الشركة وارجع متمختر وبس لكن أنا ما تعودتش على الشقة والتعب فلازم لا لازم تشوفوا أنه هو إنسان يكون فيه معنى الرجول فدي مهم جدا غير بقى طبعا لا شك أن يكون عنده مصدر وهلا أكلها طوب وظلط ما لازم يكون عنده مصدر عيش ده مهم جدا بس يكون هو إنسان من الناس اللي عندها القدرة على الكد وتحس أنه هو دماغه كبيرة دي أمور مطلوبة تمام إحنا معنا مداخلة أمه إيسم ألو 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 السلام عليكم معيكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي مهم كانت تكلم الدكتور لو سمحت فضلي ومع حضرتك أهلا يا فندم أهلا وسهلا أمسيك يا دكتور عامل إيه ربنا يخليك يا ربنا يكريمك يا رب ربنا يخليك يا رب يحفظك يا رب الله إيه سؤالك لو سمحت يا دكتور حكم التصرف أي حاجة من وراء حكمه إيه في جيه يعني أنت بتصرفي في حاجة بتخصك أنت في لوسك مثلا يعني ولا إيه آه آه طيب بصي هو هذا حاجة أنا جايبها له ومت شوفي هو سيدنا النبي والسلام قال خير النساء من إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها طاعت ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره يعني هي فلوسك وإنت لك في الإسلام ذمة مالية مستقلة بس من اللباقة والشياكة أن أنت ما ترويش تأملي حاجات من وراء جوزك أنت حتى لو أمل حاجة من وراءك هتزعلي وتخدي على خطرك وتقولي طب ما أنا مرتك معرفتنيش ليه فبنفس الشيء يا أم محمد تأملي كده طب لو لها هي مال خاص أو ما أنا بتكلم في مالها الخاصة هو يعني حتى مالها الخاص مطلوب منها أن هي تعرفه بلاش نقولها أن هي مطلوب على جهة الوجوب حنقول أنه هو من باب حسن العشرة يعني حنقلب الصورة لو قلنا هو اللي عمل حاجة أو راح يشتري حاجة أو بقى حاجة حتاخد علا قطرها أكيد طب ما بالك بالا ما تكون هي الست هيزعلي ولا لأ بس ما مش حرام مش هنقول حرام بس هنقول هي إيه من حسن العشرة طبعا وإحنا عايزين حياتنا تبقى جميلة يبقى هي تعمل حسن العشرة عشان هو ما يجيش في المقابل يعمل زيها طبعا بس حدثك كنت قلت القوامة للرجل هو المسؤول عن بالنسبة للمديات أو الحياة دي هو المسؤول فأعتقد ماشي ما هو المسؤول بس مش هنقول لها ادي له فلوسك مثلا يعني ما هو مش معنى المسؤولية أن ذمتها المالية تنقلب إلي يعني أنت مثلا أو مش عشان مثلا أنت عارف أو أنا معرفوك يبقى للك الحق يعني مثلا أنت معاك في المنكة عشرة مليون جنيه رجاء يخدهم منك شانت مراتي أو أنت أهلالي آه ده لا أخذوا شيئا إلا بطيب نفس أكيد فرق بين أن أنت تكون معرفان أن معاك كذا أو مثلا أنا بشغلك فلوسك وانت عارفة ومستأمناني وبين أن أنا أستحل أن أخذ شيئا من هذا المال تحت بند أن أنت مراتي لا ما ينفعش أخذ إلا الذي وافقت به الزوج عندي فلوسها دي مش فلوس أنا بل هي لو أخذت من مالي هي لها شبهة حق لأن أنا فقتها واجبة علي إنما لو أخذت أنا من مالها تبقى أكبر قدام ربنا ليه لأن أنا ماليش حق في فلوسها النهائي لكن هو فيه الإنفاق عليها سليعة حق شوري الله فهي ممكن إيه تتمحك في الحتة دي فتمشي إنما لما راجل روح أخذ فلوس مراته من وراها ويسرقها حرام طبعا لا مش حتة حرام دي فعل دنيئ دي ينافي معالم الرجول إنما هي أديتك حاجة أو خولتك عندك برمشن تصريح تعمل شيء ماشي لكن نجير كده لأ طيب إحنا معنا نور الله سلام عليك وهايكم السلام ورحمة الله بركز تفضلي ممكن أكلم شيء مع حضرتك تفضلي جميلتك لو سمحتم شيء هو يا نور أنت زوتك وطي كده لنا أنا بسمعك بالعافية ما تعلي صوتك يا نور أعجل صوتك يا نور أنا متجاوزة من خمس سنين إيه؟ متجاوزة من خمس سنين ربنا يسعدك يا رب يا رب وبعد أول سنين من دراسة أنا متجاوزة نغير معي خالص يعني مفيش اهتمام مفيش انفاق زي اللي عمل مفيش كل ده برغم نحن معناش أولاد طيب عايزة أسأل أنا في الوقتي دي فرصة سنة لو ما خلقك يشفللي السنة ديت معلش نور علي صوتك واختصري المشكلة عشان وقت الحلقة هم دي فرصة سنة يا نور بالراحة بالراحة أنا مستمع يا باب إيه اللي ورشة سنة دي مش فاهمة؟ يعني ورشة سنة أنا مش فاهمة اداها فرصة سنة لو ما خلفتش خلالي السنة ديت الله اداها فرصة سنة لو ما خلفتش خلالي السنة ديت الله بصي يعني هو الإنجاب ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى يهبوا لمن يشاء إناثاً ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً يعني يبقوا توأم ويجعلوا من يشاء عقيمة إنه علم قدير فهذا شيء لا يعيب المرأة أنها لا تنجب ده مش حاجة يعيب فيك إن الحياة استمرت منكم على كده خير ما استمرتش أسأل الله أن يعوضك خيراً ويعني ما تخديش داعب فيك وإحنا طبعاً يعني حتت إنه هو يقول لك قدامك سنة يتخلف يا ما تخلي فيش يعني الطريقة الفجة دي في التعامل دي ليست برضو من باب الحسن لعشرة منه وممكن دي يكون فيها كسر لخاطر الزوجة فهو ما يكلماش بهذا الشكل المزعج لأن ده يعني إيه جبر الخواطر لربنا سبحانه وتعالى فهو ما تخلفش ما هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يطلق دي يوم ربنا يخليه تجوز واحدة تنطط عليه وتعرفه وتكسر بخاطر 24 ساعة فهو حتى لو هي ما بتخلفش يعني ما يخبطاش كده في الشهة يعني اللطفة ربنا لو عاشرهن بالمعروف أنا بشكر حضرتك جدا حضرتك بجد نورتنا ويا رب نكون قدرنا نفتكم وللأسف هلس وقت حلقتنا من نوردة سنوني بكرة ساعة واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر